الجزء الثاني انت ناقشته مع كواتي موسيقى في حمد يسي في الجزيرة للأمانة يعني مسألة مش عارف انا مش تقيلها حل ولا كرترول على فكرة لازم يقعد معاه في ايه الموضوع يعني لازم يتحركاته ازا كان هو خلاص ممسوك و بتاع ازاي تحرك ازاي مصر محمد مجابش ولا جون في افريقيا لكن في قناعة بأداؤه في قناعة شديدة جدا بأداؤه انه ادى دور الراجل عاوزه واخر بقى النفس الحكارة في الجزيرة يبقى على الاقل بتتمسك بقى اتحرك ازاي تحركات تكون عرضية طولية على الاجناب اه اوسع لحد الاخره بس لازم لانه انا مش بصراحة شوفته في البطول العربية وطورة او في الخلاق حاجة تاني مع متخب تونس حاجة تاني بس اعاز اقولك حاجة انه يكاد يكون التفكير الاول عند الكرترون هو استبدال سيف الجزيرة في كل مباراة كل مباراة من بداية الموسم اول تفكير استبدال بس يا دي دي بيترجع للعب ناصر انت اللي بتفرض على المدرب انك تستمر او لا تستمر يعني اود لو انت كويس الملع وجاي بجون وعمل اسست وتتحرك لأ طب انا كمدرب انا زي امام عشور كان انا كان نفسي لو عندك بديل طرح حامد انه امام يخليه خلاص في في باك اليمين اللي لا ايه المشكلة ده اكتشاف ده مركز اكتشاف يعني زي عبدالله جمع وكان مركز اكتشاف يعني مركز كويس قوي ولعبوا امام باجادة ولعبوا المطوشين المطوشين صعبين جدا ولعبوا على ناس جمدة جدا يعني زي سادي وماني صعيب يعني وكان لعبوا بصراحة الناس اشتد بيه ليه لا ليه لا ويبقى على الاقل لانه برضو حامزة المسلوسي المستوى في حاجة برضو لازم يعني المدرب يقعد يعني سواء الكابتن عازمي اا اا او اا كالترون يقعد مع كل اللاعب بالذات اللي شايف انه المستوى بيستابت يعني حامزة المسلوسي الجنة الاولاني ما ينفعش يخش بالشكل ده خالص يعني كان عمين المرتضى من حوالي شهر ونص قال انه هيكون فيه تقييمات في نهاية الموسم للعيب انت بالنسبة لك ان التقييمات دي اا الاجانب لازم يبقوا رقم واحد فيها بالتأكيد وانا الشريك بفلوس بفلوس جمدة ليه ويتيجي الطريب لي بملايين ليه بتحقيل الفرق زي برده والنجم يعني مفيش مشكلة اقعد معه يعني ايه المشكلة عند في الاداء انتريت الاداء ليه ما شوفك فيه في الطفلودات حاجة شايف ان الكلام بيجيب نتيجة بتأكيد اه اصله مش محترف يعني خلاص لا اا وزي ما قلتلك قبل كده يعني من نفس الرياضة لازم يخش فيه ايه يعني ليه المستوى و النجم اه طالع نازل برده هم واحيانا الي نازل نازل ثم طالعهم فجأة في طفرة تحصل فجأة ثم بعد ذلك هو المكسين بتوع الدوري الأخار اللي هو صد سيراميكا وصد المحلة كان متقلق جدا كان بديل كويس ورجاء بأهداف بالضبط لا منزل بديل لكن حكاية نلعب شمال يلعب يمين نمكن ندين لهم الأخبطاء يبقى لازم تشوفه يعني نتثبته يتخليه بديل لكن انت جيت بعد كده في الشوت التاني عملت ايه عدلت الكاف بعد ما كانت معلوم وطلعته ونزلت يعني كان التشكيل في شوت تاني تشكيلي مثالي للغاية وكنت اتمنى ان استمر الناشئ الناشئ المجد هاني ده وقت كويس جدا يعني بالذات العيب كويس حييجي منه بالعكس يمكن يعني يمكن نحاقه طفرة بس هو حظه بس انها الحسابات سن سن سنانو شوي الحسابات التبكة 2-0 والمسؤولية هتبقى كبيرة عليها لا وراجل غير الخطة تقريبا 4-1 تقريبا بالظبط كبتالي خرجوا عشان يزود جزء اتمنى انت ده بقية حطيت نفسك فيه ماذاك شديد الماتش الجاي انت لازم تغلب يعني ما فيش حل عشان ما تدخلش نفسك في حزبة معقدة لإيه الغاية يعني الماتش الجاي لازم تغلب انك طالع بعدي دي الوداد وخبارك فلاازم الماتش اللي جاي تعمل له حسابات مختلفة تماما بالنسبة لأفريقيا اللي دي بطولة بصراحة يعني حرام بالاسماء الموجودة دي كل لعيب على حدة فريد 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 حد ذاته فالاسماء الموجودة دي يعني انت انا بقولك حارس المنتخب الاول الدفاع بتاع المنتخب المنتخب مصر والتونسي ايو دي خط النص الهجوب احنا عايز ايه تاني خط النص كان فيه زيزو فيه امام كان فيه زيزو فيه امام ودهو من شرقي وآآ وعندك يعني اللي انا نصده لأ دي لعبة منتخبات كبيرة فبالتالي ما يصحش انه بطولة زي دي تضيع بسهل كده ولازم بالمسألة تأهيل قبل كل ماتش يعني فكرة كل ماتش اللي لازم يتاخذ كل ماتش على حدة بفكرة التأهيل وقراءة المنافس جيدا ويجب ان نتم ذلك من الماتش القادم اللي هو بكرة بقى او بعد بكرة يوم التالي بسموحة بتاع سوى اه